بداية فقراتنا سلمة اخترنا موضوع الصدفية لحتى نحكي عنه بتفصيل هذا المرض يلي يمكن فيه بعض الأخطاء حول هذا المرض وهو مرض خلي نقول غير معدي لكن ممكن يظهر على الإنسان نتيجة عدة عوامل من تدتر النفسي تغيرات الهرمونية التدخين وغيرها من الأسباب أكيد يا فرح ودائما وقت بنحكي عن هاي الأمراض بالذات نحاول ندخل أكتر بتفاصيل الشيء الشائع والشيء اللي بيعرفون الناس والشيء اللي هو المفروض الحقيقي مثل ما بنعرف الصدفية هي مرض غير معدي ويمكن علاجه ولكن شو أسباب ظهوره وكيفية العلاج والوقاية منه إذا أمكن فيه وقاية كل هاي التفاصيل رح يطلعنا عليها ضيفنا اللي صار معنا بالستوديو الدكتور هيثم الحسيني وهو اختصاصي في الأمراض الجلدية سعد صباحك دكتور أهلا وسهلا فيك سعد صباحك دكتور سباح الخير يعني خير بالبداية نعرف شو المرض الصدفية ومين أكتر الأشخاص عرضة للإصابة بهذا المرض الحقيقة الصدفية هي من الأمراض المناعية يلي منتشرة بطريقة يعني فينا نقول هي نسبتها 2% من الإصابات من الأمراض الجلدية ممكن نشوفها بأعمار مختلفة من الأطفال الصغار حتى الأعمار الكبيرة بالسن يعتبروها مرض مناعي مزمن ناكس يعني هو مرض يصيب المريض فيه له عوامل مؤهبة بتأدي للإصابة بالصدفية هالإصابة هي ممكن تاخد فترة طويلة ممكن تجي بشكل هجمات يعني المريض ما بيطيب منها ولكن بيتحسن فيه عوامل نعتبرها هي عوامل محارضة بتأدي لظهور الآفات من جديد فهون دور الطبيب أو دور المشرف الصحي أنه دائما هو يحاول أنه يجنب المريض من حالات النكسي دي ممكن نشوفها مرات هذا قادر الطبيب أنه يصلوا مرات لأنه منعرف كثير أنه الإصابات يلي هي ممكن أنه تتحرض نتيجة التهابات بالعومية بالعقاديات أو ممكن نتيجة الحالة النفسية أو نتيجة تناول بعض الأدوية ممكن هنا ممكن أن يكون للطبيب دور ففينا نقول أنه هو مرض مناعي مزمن للوراسة دور أكيد في ظهور الاندفاعات يعني وقت يكون الأب مصاب بالصدافية أو الأم مصاب بالصدافية أو هن الاثنين يكون عندنا نسبة أن الأولاد يصابوا بالصدافية أكثر يعني وقت يكون في عندنا إصابة عند الأب والأم احتمال إصابة أحد الأطفال ممكن تكون 40% وتكون أحدهم هو مصاب تكون الإصابة بحدود 15% من نشوفها عند أحد الأولاد فبالتالي المرض الصدافية هو عبارة عن مرض يتظاهر على سطح الجلد بشكل اندفاعات حطاطية صغيرة أو اندفاعات صغيرة أو لوحات كبيرة مع قشور بيضاء جافة الحقيقة هي عرض غير شائع بالنسبة لهذا المرض ممكن تتوضع بأي مكان جسم من فروة الرأس حتى الأظافر حتى أخمص القدم طيب دكتور هيسا مثل محضرتك قلت أنه هو أسبابه رئيسية وراسية بالتالي هل فينا نقول هو مرض مزمن أو في إمكانية لعلاجه؟ الحقيقة دائماً كل شيء بيعتمد على المعالجات بيعتمد أنه نحن كيف نقارب المريض هل هي الإصابة طفيفة بثبتها 10% من سطح الجسم هو المصاب؟ هل الإصابة هي إصابة أضافر؟ هل الإصابة فروة الرأس؟ الحقيقة الإصابة والتساع هو اللي بيحدد أنه نحن ممكن نصل لشفاء أو غياب الاندفاعات أو لا وتكون عندنا الإصابات واسعة ممكن نصل لشفاء أو نصل لحتى أنه نسيطر العرض ولكن دائماً هو الخوف مثل ما حكينا بالفقرة أنه هو من نكس الآفي من تجدد ظهور الآفي بالجسم ولكن دائماً المعالجات والمعالجات الحديثة الحقيقة بهي بيولوجية دائماً عم تخليني أن أفوت بفترات طويلة من شفاء المرض وعدم ظهور اندفاعات جديدة نعم دكتور منسمع أن أحد الأسباب المهيئة لحدوث الصدفية هي التوتر النفسي فخلينا نحكي عن الجانب الثاني قد يمكن السلام النفسي ممكن يخفف شوي من الصدفية وبالمقابل التوتر النفسي ممكن يسبب الصدفية لو ما كان هذا المرض ممكن موجود بالوراثة عند الشخص خلينا نقول أن الصدفية عند الأشخاص المصابين أو مثل ما حكينا أنه طرف من الوراثة وحيكون كامن بالجسم بده عامل مؤهب لحتى يظهروا على سطح الجسم أحد أكثر الأسباب اللي شفناها حتى بالفترات السابقة هي التوتر النفسي المريض اللي عايش بشدة نفسية عنده ستريس مستمر هو أكثر مريض ممكن محرض أنه ظهور اندفاعات الصدفية على الجسم مثل ما حكينا على اندفاعات فالدور النفسي دور أساسي وحقيقة بالكتب بيحطوه أنه دور من أحد أشياء الأسباب المؤهبة لظهور لظهور الاندفاعات الصدفية على سطح الجسم مرات كتير اللي احنا عند المرضى اللي عايشين دائما بتوتر عالي أنه دائما إحنا مرات منتشارك ببعض الأدوية النفسية لحتى نخفف الارتكاس اللي عنده أو الشدة النفسية اللي عنده لأنه صراحة إذا بيضل عايش بتوتر حي تزيد الإصابات حتى تتعمم مرات منصل لمرحلة تكون متقدمة نسبة الإصابة فوق الـ 50-60% من سطح الجسم وهون كمان بيأخر الشفاء واختفاء الآفات طيب دكتور بالبداية الحديث حكينا عن أنه كمان الاختلالات الهرمونية بتأثر وأيضا التدخين وغيرها فهون خلينا نحكي شوي عن نمط الغذائي للشخص الحياة بشكل عام مثل ما بيقولوا قدي ممكن يكون إلى تأثير بتخفيف أو زيادة مرض أصدفية يعني دخلينا نحكي بشكل عام على العوامل المؤهبة حكينا أنه دائما عامل وراسي هو بيلعاب دور حكينا على الجانب اللي له علاقة بالتوتر النفسي فالأمور الثاني اللي ممكن ضمن النظريات هي إلى علاقة بطبيعة التخزي ممارات إلى علاقة بطبيعة تناول الأدوية غير المضبوطة وهنا دواء كثير له بعض الأدوية كثير إلى بصراحة غير مضبوطة غير إلى دور بيزهر كثير للإندفاعات التدخين إلى دور كمان بيزهر الإندفاعات طبعاً بيختلف المريض للمريض ولكن وقت نقارب لحنا المريض ونحاول نعرف شو الأسباب المؤهبة اللي هي بتحطنا تماماً بالموضوع أو حتى العوامل الهرمونية اللي ممكن أنه يكون نتيجة تناول بعض الأدوية الهرمونية أنه مقاربة المريض بدراسة القصة السريرية للمريض تقدر إحنا نصل مع المريض لحالة أنه إذا كنا عرفنا السبب أنه إحنا نكون مع المريض يعني نصل لمرحلة أنه نحاول أنه نصل لطريقة أنه نخفف من تأثير التدخين أو بعد تناول بعض الأدوية أو تناول بعض الأغذية يعني ممكن أنه تزيد طبعاً الأغذية ما كثير إلى دور إذا قارلناها بالأدوية بهذا الموضوع هون منحكي على نصل عند الحامل المرض الصدافية عند الحامل من فينا نقول أنه تتحسن أغلبية النساء عند زكانة مصابة بالصداف عند فترة الحمل بتتحسن الدفاعات الصدافية عندها فبالتالي من لاي أنه دائماً المريضة اللي بتراجعنا قبل الحمل أنه عم تتحسن كتير بفترات الحمل وهون له دور كمان بعض الهرمونات بهذا الموضوع فبالتالي مرات دور الهرمونات أساسي في الصدافية مرات في عندي معض المرضى عم يطروا لأتناول بعض الأدوية الهرمونية ممكن أنه هيتساعد بظهور الصدافية الحقيقة لهون الدور الأساسي اللي تفضلتي حضرتك فيه إنه هي الأغذية هون الأغذية اللي غير مراقبة اللي فيها هرمونات ممكن اللي يكون لها دور بالصدافية ماذا يا دكتور؟ يعني في عنا يعني بالحقيقة بعض الأغذية غير المراقبة اللي بتتدخل فيها الهرمونات بكسرة إنه كان عن طريق الخضار أو عن طريق بعض اللحوم اللي بتكون بمانب موسمة وبالتالي بنشوفها شكلها وطعمها مختلف مية بالمية ببتالي هي معاملة بطريقة هرمونية بتالي الهدف إنه إحنا أنضاجها بسرعة ولكن بدنا نشوف شو جانب السلبي عم يأدسى عن مرضى هذا اللي بيهن دكتور خلينا نميز شوي بين الصدافية وبقية الأنواع من يمكن حساسيات الجلد أو حتى قلبها كيف الشخص ممكن يتأكد إنه هاي الصدافية؟ الحقيقة تأكد من الصدافية بيعتمد بشكل أساسي على يعني المريض بيظهر عنده اندفاعات هالاندفاعات فينا نقول بين التراوح بين النقاطية على سطح الجسم وبين اندفاعات بشكل لويحات حمامية فينا نقول عليها وسوف الوسوف دائما البيضاء الجافي لعلى هالاندفاعات هي اللي دائما بتخلينا أنه نتوجه أنه تكون صدافية طبعا هم تفضلتي أنه فيه شيء اسمه تشخيص تفريقي ممكن أنه تكون هي عبارة عن أكزيمة ممكن تكون عبارة عن سعفة ميانطية على فروة الراس ممكن تكون إصابات إذا كانت على الأضافر تكون هي إصابات فطرية ممكن بعض الاندفاعات اللي بتظهر على سطح الجسم إن كانت سعفات أو بعض الأنواع من الحمامات أنه تأخذ نفس المنظر اللي بيقدر يحدد هذا الجانب هو الطبيب بشكل أساسي ومرات حتى عند الأطباء ممكن أن يكون فيه تداخل كتير بين الاندفاعات ممكن يكون للخزعة الجلدية دور بتأكيد التشخيص وتقديم العلاج المناسب للمرضى طيب دكتور غالبا أغلب الأشخاص وقد بيشوفوا ظهور أي علامات حساسية أو تحسس لسه ما بيكونوا اكتشفوا إذا هو صدفية أو مرة تاني بيسارعوا فورا لحتى ينزلوا لعند أقرب صيدلاني أو أقرب شو ممكن نحط كريم في ناس كتير إذا عنده كريم حساسية بالبيت بتجيبه وبتحطه فورا خلص خفت معناته أنا طبط خلينا نحكي بعض الأرشادات لأي شي بيظهر على الجلد وكيف نتعامل معه بالطريقة الصحيحة طبعا يعني هي نعم الثقافي أنه نحن يطلعنا اندفاع فبالتالي أنا بجارب شو عندي بالبيت بالأقلية وبيد هنا ما تحسنت عند أقرب صيدلية ممكن أنه ينصحني شوف لي شو هذا اللي ساير شو هذا بكثرة وزجارنا كمان عنده جوار ساير معه نفس القصة نفس القصة بقاله أنا استفد وممكن يكون الصيدلي الحقيقة يعني المؤهل أنه دماما نحط التشخيص هو الطبيب الطبيب الاقتصاصي في مجاله أكيد يعني وطبعا نحن عندنا الطب ممكن أن يكون طبعا ضمن العيادات الخاصة ضمن مشافي ضمن مراكز صحية تابعة للدولة فبالتالي يعني أنا بالصح دائما المريض أنه يكون لعن طبيب خبير يقدر يقدم له الخدمة إن كان بمركز صحي أو بأي عدية خاصة هو الأقرب أنه يعطيه التشخيص الأكيد أو التشخيص فينا نقول أنه شبه الأكيد للإندفاع اللي طلع على جسمه لأنه مرات بصراحة المعالجة كتير بتختلف يعني أنا بدي حط مثلا مرات مرهن فيه كورتيزون مرات بيكون مضاد استطباب أنه إدهنه لو فيه نسبة كورتيزون مرات مضاد فطري أو مضاد فيروسي إدهنه الكريم ممكن يعطيني نتائج غير مرغوفية وممكن يزيدلي القافة يعني كتير مرات فيه شائع ببعض حتى ببعض الأماكن أنه أبرت الكورتيزون هي اللي بتطيبني أنا خالد عندك أبرت كورتيزون أو أبرت التهاب ومرات للأسف أبرت الكورتيزون بالصدفية بالذات ممكن أنه تحول الصدفية لأحمرية الصدفية مقصود بأحمرية الصدفية أنه تعبي السطح كامل بالجسم بالصدفية هي نتيجة مرات أبرت كورتيزون وعدي أو نتيجة أنه ناخد حب فيه كورتيزون ممكن أنه نوقفه بطريقة غير طبية أو مفاجئة ممكن أنه تأديلي لهجمة حادي فبالتالي دائماً الطبيب هو اللي قادر أكتر أنه يحط التشخيص ويعطي الدواء المثالي للحال نعم دائماً بيكون السؤال دكتور هل ممكن العلاج التام أو الشفاء من الصدفية في حال متابعة الدائمة مع الطبيب أو نكتفي ممكن أنه نحن نخفف من تأثير الصدفية أو نحد حتى من انتشار الحقيقة مثل ما حكينا أن الصدفية هي مرض مزمن مزمن ناكس بيجي بشكل هجمات الصدفية ما بتخرج من الجسم بصراحة ولكن هدف المعالج أنه نعطي لنا فترة هجوع طويلة يعني المريض مصاب بالصدفية تحسن قديش فينا نعطي فترة هجوع طويلة عدد من السنوات أنه ما تظهر له عنده الدفاعات وهون بقى دور الطبيب دائماً بالمتابعة للمريض وأعطاء الدواء المناسب وأعطاء الدواء دي ممكن يكمل فيه المعالجة لحتى ما تظهر فيه الأعراض حتى إذا صارت الأعراض من جديد نتيجة هزمة يعني نتفضلتي يعني مرات حالة نفسية هزة نفسية شدة نفسية ممكن أنه تحرض لي كمان كيف ممكن مباشرة نقارب الحالة وبالتالي يريح المرض الحقيقة مرض الصدف هو مرض سليم يعني لا علاقة بالكبد ولا علاقة بالكلاوي أو ممكن يكون فيه إصابة مفصلية ببعض الأحليان فبالتالي نحن الهدف الأكتريته هو نفسي وتجميلي بالنسبة للمريض أنه هالصدفية ما تطلع على الويش ما تطلع على الإيدين تأثر على الناحية الاجتماعية عندي كمان بالنسبة للجسم كمان تلعب دور كتير بالموضوع تأثر على نفسيته فبالتالي نحن كيف ممكن نعطي الدواء نقدر نريحه من الاندفاعات اللي عامت له إزعاج أو مؤثر على بعض الحركات الوظيفية بالجسم فبالتالي هون دور الطبيب أنه نعطي فترة هجوع ما بيقول أنا شفاء تام ما في شفاء تام بالصدفية ولكن فترة هجوع طوبيدي ممكن نقدمتها طيب دكتور خاني نحكي شوي على الاختلاطات اللي ممكن نتأديها صحيح أنه هي ممكن تأثر على الشخص اللي عنده مرض قلبي أو شي ممكن تساعد بتأثر حالته أو لا ما العلاقة بهيك تفاصيل الحقيقة يعني بشكل مباشر أنه تأثر على مرض القلب لا ما ممكن ولكن الأدوية التي ممكن ناخدها بهون لأنه هي أدوية متعددة ممكن أنه تأثر على مريض القلب يعني أنا وقت بدي أعطي كورتيزونات لفترات طويلة على مساحة واسعة ممكن أنه أنا أثر على الضغط ممكن أثر على السكري فبالتالي هذا يرتكس على القلب ممكن يكون ببعض الحالات أنه كمان في عنده المريض مشاكل هو بالأساس مشاكل قلبي ممكن تتفاقم نتيجة أنه الحالة النفسية مثل ما حكينا وبعض الأدوية اللي ممكن تكون عم تنعطها بطريقة اعتباطية أو بطريقة غير مدروسة فممكن أنه تأثر أو مرة من اضطرنا أخذ أدوية لفترات طويلة هنا المريض لازم يكون في مراقبة يعني أنا وقت أعطي مريض دواء لفترة طويلة مثل الأدوية مثل ميتوتروكسات أو الأدوية الجهازية ممكن دائماً لازم يكون مرافقة مع تحالية دموية قبل العلاج وأثناء العلاج لحتى نراقب العلامات الحيوية كلها بالجسم ما يكون المريض عم ياخد الدواء وراء خلاص بصلا ياخده لعاله وبلش يأثر على الضغط وبلش يأثر على الأوعي الدمي وبلش يأثر على بعض الأجهزة فبالتالي دائماً خاصةً بعض الأدوية بتكون لا تأثر على الكليتين أو بتأثر على الكليت فبالتالي دائماً يكون لازم مراقبة ومراقبة هون مخبارية على طول بالنماء على المريض كثير من أسمع اليوم دكتور عن الغذاء يلي إله اليوم كثير دور بعلاج عدد من الأمراض في حال وجود الصدفية هل هناك أغذية معينة بتنصح فيها دكتور أنه يتابع المريض داخل المنزل؟ لحقيقة ما في أغذية نوعية نقول أنه المريض يعتمد على الخضار أو يعتمد على النمط معين من الأغذية نحن نحاول أنه قدر المستطاع يكون الأكل المتنوع هم لا يوجد اتهام أساسي يعني بعض الأمراض مثل الشرية مثل بعض الأمراض يكون له الغذاء دور أساسي بالموضوع بالصدفية لا يوجد دور للأكل ولكن نحن دائما نحاول أن يكون الأكل غني بالألياب والبروتينات والكوردونات بكثير مواد تكون تساعد على مناعة الجسم وقوة الجسم بشكل أساسي مرات بعض الحالات من أنواع الصدفية بتتراقق بترافق مع اضطراب ببعض الشرية مثل الكيلس أو الماغنزيوم هون ضروري نحن مراقبة ويكون نعطيه أدوة أغذية غنية بالكيلس مثلا بعض الأنواع من الصدفية بسمه الصدف البسري تراقق مع هبوط بالكيلس فهم كثير ضروري أن يكون الأكل فيه مثلا مثل حليب وجبنة وألبان وكذا الأمر شانت حسن طيب دكتور كمان بالنسبة لخليني أقول هيك الحياة الموسمية للإنسان يعني بنعرف في بعض الأمراض بتتأثر أحيانا بالبرد في بعض بتتأثر بالحرارة أكتر المريض الصدفية هل مثلا ممكن ينمنع عن ممارسة النشاطات والفعاليات العادية اللي الناس مثلا تروح البحر على المسبح ما إلى ذلك ممكن يكون مثلا المي بالكلور بيهيج له بشرته بيتأثر فمسلا ممكن نمنعه عن هيك شيء أو لا الحياة الصدفية يعني موضوع كتير مهم الصدفية من الأمراضي بتحسن كتير بالصيف آها عكس بتحسن كتير يعني مريض دواء مرة اللي يروح على البحر وتعرض للشمس وتعوره البحر مي وملح أمال مسبح مي وكلور كمان هي الشمس بحد ذاته أحد المعالجات هي الأشعة فوق البنفسجية أشعة الشمس فكتير نحن بنقول لهم بالصيف أنا بطمئنة عليك خاصة إذا بتروح على المسبح أو بتعرض جسمك للأشعة الشمس بس بخاف عليك بالشتة لأنه بدأك تلبس بكذا الأمور فممكن أنه الآفات تزيد غالبية الآفات للأمراض الصدفية منحسة أنه بصير عندها هجمات بالفترة الشتاء نتيجة جفاف الجلد ونتيجة عدم تعارض الشمس كتير مرات من الإصابات اللي كانت تكون بالصدفية بأوروبا بتعرفوا بأوروبا حتى بالصيف ما فيها الشمس الأوية كانوا يعملون مثل مخيمات بالبحر الميت يعرضون على البحر الميت مرضى المصادر يعرضوهم للشمس والمي المالحة وكذا ويتحسنوا هدول وهي من هون طلعت المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية وهي عبارة عن كابين في بنيونات بتعطينا نفس طول الأشعة فوق البنفسجية وهي يعني من حالات اللي كتير تستجيب بعض الصدفية للهد ولل احنا الصيف بريحنا الشتيبنا ندير بالنا أكيد كل الشكر لك دكتور لكل المعلومات اللي قدمت لنا يا هون نتمنى دائما أكيد الصحة والسلامة للجميع أنا بأيتنا هونحب شكرا لكم شكرا لكم شكرا لك دكتور لوجودك معنا